اشتركوا في القناة طبعاً ألف وباء سؤال التعبير سؤال مهم جداً ما ينفعش أفوت فيه ولا درجة سهل جداً اللي أنا أجب فيه الدرجة النهية التعبير عليه 12 درجة طبعاً التعبير الوظيفي والإبداعي مشروح بالتفصيل في فيديو التعبير طبعاً موجود على القناة أول حاجة بيقول لي أكتب لافتة إرشادية تدعو فيها زملائك إلى المحافظة على المياه وترشيدها طبعاً لو أخدنا بنا هنا هون من السؤال ده مكتوب إجباري طبعاً جميع الأسئلة الإجباري بيكون عليها درجة كبيرة أما بقى أكتب في موضوع واحد فقط من الموضوعين طبعاً أنا بقرأ الموضوعين وبشوف أكتر موضوع أنا فاهم فيه هقدر أكتب فيه هقدر أكتب فيه دلال داعمة سواء من القرآن أو من حاجات علمية أو الكلام ده كله طبعاً ده بيعلم من الإيه من درجة التعبير أما السؤال الثاني القراءة هنا جاب لي أجب عن سؤالين فقط من الأسئلة التالية طيب ممكن حد يقول لي يا مستر بعد إذنك أنا عايز أحل الامتحان كله هيتعامل لي صح ولا غلط طبعاً بيتعامل صح وبيتاخد الدرجة الأكبر في السؤال يعني اللي عايز أحل الامتحان كله بيحله عادي مفيش مشكلة السؤال الثاني اللي همني بقى يا شباب سواء في القراءة أو في النصوص القراءة عندي ست دروس قراءة النصوص عندي تمن دروس نصوص بالنسبة للنحوة عندي تمن دروس أربعة توابع واربعة أسليل طيب إيه بقى اللي يهمني اللي يهمني يا شباب المفروض لما أقرأ موضوع الدرس أبقى أنا فاهم الدرسي بتكلم عن إيه طبعاً أنا بتكلم عن أكون فاهم الموضوع فهنا الموضوع بتكلم عن المواطنة والانتماء كيف نرسخها فطبيعي جداً الدرس كله بقى حاضر في إيه بقى حاضر في ذهني يبقى أنا كده أقدر أعبر وأقدر أجاوب على أي سؤال يأبني طيب القطعة بتقولها الانتماء والمواطنة قيم سلوكية تكتسب من خلال ممارسة الأنشطة وليست معلومات إلى إيه آخره طبعاً أنا هاشرح وأقرأ بالتفصيل في حل الأسئلة يبقى أود سؤال في القراءة أجب عن سؤالين جاب لي أول موضوع المواطنة والانتماء الموضوع الثاني بتكلم عن الطاقة الناوية نقطة عبور نحو المستقبل طبعاً هنا بتكلم عن مقال دكتور زويل السؤال الرابع من موضوع الصداقة والأصدقاء يبقى هو أعطيني هنا ثلاث دروس قراءة ثلاث أسئلة في القراءة مطلوب مني أحل اتنين بس يبقى الموضوع الثالث هنا بتكلم عن الصداقة والأصدقاء ده بالنسبة لورقة الأولانية الورقة الثانية يبقى الورقة الأولانية فيها التعبير والقراءة الورقة الثانية فيها النصوص والنحو النصوص الأدبية جايب لي برضو هنا أجب عن السؤال التالي إجباري بس سؤال ده مهم مينفعش ما جاوبهوش أيا كان النص أيا كان النص طبعا النصوص دي مشروحة بالتفصيل برضو على القناة يبقى أول سؤال بيقول لي من نص احترام المرأة أنا عارف هنا إن الكاتب طبعا لازم أكون عارف مين اللي كاتب النص هنقوله برضو بالتفصيل يبقى أنا عارف مين اللي كاتب النص عارف النص بيتكلم عن إيه طيب أما بقى بقى الأسئلة أجيب عن سؤال واحد فقط يبقى أعطيني سؤالين أخطر منهم واحد حلت اللي اتنين ما فيش فيهم مشكلة طبعا ده بيسهل علي إيه بيسهل علي اللي أنا أجيب درجة كبيرة طيب أود سؤال من نص المساء شاكن إلى البحر الطراب وخواطري طيب السؤال الثاني من نص الزكريات يبقى أنا كده خلصت التعبير والقراءة والنصوص النحو طبعا اعرب ما فوقه وخط ممكن السنة دي يغير النظام شوية يجيب لي بدل الإعراب يقول لي اختار إعراب برضو بس بيجيب لي ايه يختار مما بين الأقواس دوارد ودوارد أجي ألف اعرب ما فوقه وخط ما فوق الخط بقى استخرج من القطعة السابقة ما يليه طبعا هنا لازم أكون أعرف ايه الدروس اللي عليها أما جيم تخير الإجابة الصحيحة بين القوسين دان تصحيح جملة أو طالب مني معلومة معينة وارد جدا يجيب لي في النحو أربع نقط نقطتين تلاتة على حسب بالإيه الامتحان يلا كده مستعدين نحلم مع معضلة الامتحان بسم الله أسئلة سعلة جدا وركزوا معي في التعبير هعمل ايه دلوقتي أول حاجة بيقول لي اكتب لافتة إرشادية تدعو فيها زملائك إلى المحافظة على المياه وترشدها السؤال ده بعمل ايه بسطر كده مستطيل أو مربع خلاص يكون بخط كويس مستعجلش عليها درجة كبيرة عليها درجة كبيرة بكتب ايه ان الترشيد استعلاك الماء مطلب ضروري نسعى جميعا إلى تحقيقه طبعا اللافتة ما بكتبش كلام كتير ما بزدش عن عشر كلمات ممكن اقول نقطة 100 تساوي حياة ممكن اقول حياة كتيرة جدا أم حاجة ما تخرجش عن الايه المطلوب طيب التعبير بقى الوظيفي الابداعي طيب بعمل ايه في التعبير ده موضوع التعبير مهم جدا لازم مقدمة في البداية ثم عناصر الموضوع طبعا والموضوع اللي انا هتكلم عنه ثم الخاتمة طبعا ده مطروك لك تعبر عنه باسلوبك السؤال اللي بعد كده القراءة اجيب عن سؤالين فقط طبعا انا اجاوب على جماعي الاسئلة فويجب لي قطعة وبيجب لي عليها اسئلة الانتماء والمواطنة نقرأ كده بالراحة ونركز ربنا وفقكم جماعا يا رب الانتماء والمواطنة قيم سلوكية تكتسب من خلال ممارسة الانشطة وليست معلومات يتم تحصيلها عن طريق مقرر يتم تدريسه وهذا يعني ان اساس المواطنة الحق في الممارسة السليمة التي تمارسة في الواقع اول حاجة بيقول لي في ضق فهمك معاني المفردات في سياقها تخير الاجابة الصحيحة مما بين القوصي اول حاجة شباب خدوا بالكم ان توزيع الدرجات ان كل نقطة من دي بيبقى عليها درجة فزي ما قلت لك خاصة الشباب اللي عايزين يكملوا ما يضيعوش ولا نقطة اول حاجة بيقول لي مراضف تحصيلها تحصيلها اي الحصول عليها مضاد السليمة السليمة طبعا مضادها المنحرفة لي يا مستر عشان اجيب مضاد لازم ارجع لاصل الكلمة وارجع للايه للكطع لو انا مش عارف ممارسة سليمة مضادها منحرفة مفرد الانشطة النشاط طيب كيف دبعي كيف تغرز الانتماء في نفوس اطفالنا طبعا موجود في الفيديو كل ده مشروح في الفيديو بتاع الدرس بالتفصيل هم اربع نقط لخصناهم اول حاجة بتنمية الاسرة لشعوره وتقديره لذاته واحد اتنين وتوسيع دائرة المعارف لدى الطفل ازاي اني احسه اشجعه اطمنه بأكد له ان اي مكان تذهب اليه لازم تحافظ على نظافته لان المكان ده ملك للجميع وليست ملك ايه ملك الوحدة فلازم بحسه على نظافة المكان جيم ضع علامة صح امام العبارة الصحيحة وعلامة خطأ امام العبارة الخاطئة اول حاجة شباب الدور الاعلامي مسؤول عن تغذية روح المواطنة واضعا فيها يلا اسمع اجابتكم الاجابة هتكون برافع عليكم صح اتنين غرز المواطنة مسؤولية فردية وليست جامعية طبعا يا شباب كلنا في نفس واحد الاجابة خاطئة لانها مسؤولية جماعية واجبة على كل فرد في المجتمع السؤال اللي بعد كده او الموضوع اللي بعد كده بتكلم عن الطاقة النوية نقطة عبور نحو المستقبل واكد الدكتور زوليل انه لا يمكن لامة ان تتقدم الا اذا كان العلم فيها على سل سلم اولوياتها ورأس اهتماماتها مشيرا الى امن القاعدة العلمية قاعدة علمية مهم جدا السؤال ده بتكرر كتير جدا تستند على ثلاثية في البحث العلمي ادي واحد والتكنولوجيا ودور المجتمع ادي ثلاثة الف في ضوء فهم معاني المفردات في سياق تخير الاجابة الصحيحة مما بين الاقواس سؤال ده دايما بيبقى سابق لهو اختار مما بين الاقواس مراضف اولوياتها طبعا اهتمامها جمع الامة برافو عليكو الامم مضاد اكداء نفع علامة تستند القاعدة العلمية طبعا احنا قلنا ثلاثة ضروريات اهلينها فوق اهي موجودة في القطع شباب برافو عليكم يلا تستند القاعدة العلمية لازم اتجاوب جواب سليم مضمون براحتك تستند القاعدة العلمية على سلاسية ضرورية هما او هي واحد البحث العلمي التكنولوجيا خطأ برافو عليكم السؤال الرابع من موضوع الصداقة والاصدقاء انك لا تعيش في الدنيا وحدك ولا تستطيع اعتزال الناس لان ذلك ضرب من الخيال او هو مخالفة في الطبيعة ونبوة ونبوة عن مسارها فمهما تحاول ان تنطوي على نفسك او تتجنب مخالطة الاخرين فان هناك اواصر ظاهرة ومخبعة تجمعك وإياهم في لقاء او غير لقاء زي ما تعودنا واحد او الف تخير مما بين الاقواس مراضف تنطوي تنعزل بينطوي على نفسه بينعزل عن الجميع مضاد مخالفة موافقة طبعا جمع الخيال الاخيلة لماذا لا يعد اعتزال الناس ضربا من الخيال طبعا لسه برضو موجودة في القطع فوق لان الله سبحانه وتعالى خلقنا شعوبا خلقناكم شعوبا وقبائل ليه لكي نتعارف ونتقالف فهناك اواصر اواصر يعني روابط ظاهرة جيم صح ام خطأ امام العبارة الصحيحة وخطأ امام العبارة الخاطئة واحد الصداقة تعبير النفس عن حاجتها الى نظير هو بقول صحبي صديقي ليه لانه يشبهلي نفس روحي نفس طبعي نفس ميولي يبقى اللي جابة طبعا صح يجب اختيار الصديق السري او صابح صاحب الجاه فقط طبعا ده ما تبقى الشهد صداقة يتبقى صداقة او صحبية ايه بنقول عليها شباب صحبية مصلحة يبقى غلط كده احنا خلصنا اولا وثانيا نخش على ثالثا النصوص الادبية اول سؤال اجباري من نص احترام المرأة طبعا كاتب هذا المقال مصطفى لطفي المنفلوتي شرحنه برضو بالتفصيل لا استطيع الاب ان يحمل بين جناحته لطفل الصغير عواطف الام فهي التي تحوط بعنايتها ورغبتها وتبسط عليه جناح رحمتها ورقفتها وتسكب قلبها في قلبه حتى يستحيل الى قلب واحد يخفق خوفقا واحدا ويشعر بشعور واحد زي ما متعودين الف تخير الاجابة الصحيحة مما بين الاقواس معنى كلمة طبعا ان النص بتكلم عن دور المرأة العظيم في حياة الرجل تحوط تشمل برعايتها بحنانها مضاد تبسط تقبض واحد بيقبسط يبقى المضاد ايه بيقبض جمع جناحته جانح واجنحة بقى وضح عواطف الام من خلال فهمك للفقرة السابقة طبعا منين من الفقرة فهنا بيقول ايه ان عواطف الام تتمثل في الحب والحنان والرعاية والعط والاهتمام سبحان الله حكمة من ربنا ان يجعل في قلب الام كل المشاعر الجميلة دي واقوى عاطفة وحب هو طبعا مفيش حد يخاف عليه غير مين والدك والدتك ربنا يديهم الصحة والاهتمام لابنائها الذين هم فلزات اجبادها جيم المقال اجتماعي يناقش قضية مهمة اذكر رأيك مدعوما بالدليل طبعا المقال اجتماعي لانه يناقش قضية مهمة مالها تتعلق بدور المرأة في المجتمع فهي تتمثل او تمثل نصف المجتمع بل هي المجتمع كله فالمرأة عضو فعال في المجتمع وفي سعادته والرجل ايضا مكلف برعايتها والسعي من اجل ايه من اجل خدمتها دان وضح الخيال في هذا التعبير تسكب قلبها في قلبه والسبق ايه جمال في التعبير استعارة مكنية ليه لانه شبه القلب بسائل يسكب او ممكن اقول وايضا كناية عن مدى الاندماج والانصهار بين قلب الام وابنه طبعا قلت استعارة مكنية صح قلت كناية الاتنين صح النص اللي بعد كده او السؤال اللي بعد كده من المساء طبعا للشاعر خليل مطران زي ما قلنا يا شباب اني لازم اعرف النص كله بيتكلم عن ايه النص المساء بتكلم عن اني حبيبته وثابته فنصحه الاصدقاء الى الصفر الى الاسكندرية ليش في جروحه بس طبعا الغربة زودت عليه هموم فكتب باء بيتكس كسيرة منها ايه شاكن الى البحر الطراب خواطري بيشكو للبحر فيجيبني بري برياح الهوجاء يبالبحر جاوبه ساوى على صخرة اصم وليت لي قلب كهذه الصخرة الصماء ينتبه موج كموج مكاره ويفتها قلت صقم في اعضاء طبعا هنا بتكلم انه اشتكل البحر فالبحر رد عليه بريح هوجاء كان مقيم ساوى على صخر مقيم على صخرة اصم تمنى انه قلبه يكون مثل هذه الصخرة بس للأسف لان الموج عالي وعاتي بيضرف في الصخر فبيفتها فتفيد كده حت صغيرة جدا قلت صخمه فيه اعضائي ألف في ضوء فيهمك معاني المفردات الهوجاء الشديدة ريحي الهوجاء ريحي الشديدة مفرد خواطري خاطري مضاد اضطراب هدوء او سكون تعبر الأبيات عن الحالة النفسية للشاعر من خلال مناجاته للطبيعة اعتمد طبعا الطبيعة كان بيتكلم مع البحر والرياح وضح ذلك تعبر الأبيات عن الحالة النفسية للشاعر من خلال مناجاته للطبيعة فصور نفسه جالسا تخيل على صخرة صماء صلبة ويتمنى ان يكون مثلها حتى لا يشعر بالألم ولوعة اللي ولوعة الفراق جيم في النصوص طبعا قال بقى جيم وضح الخيال في هذا التعبير قلبي كهذه الصخرة طبعا ده تجميل بليغ لانه شبه قلبه بالإيه بالصخرة والصماء السؤال اللي بقى كده يا شباب من نص ذكريات طبعا لإيه يا أبو إيه أبو ماضي برضو مشروح بالتفصيل وطن النجوم أنا هنا هنا ما حدتش وطن هنا ما قالش لبنان هو شعر لبنان ما قالش ليه لأنه كان عايز النص يبقى رمز الكل إيه مغترب عكس طبعا للشعر فاروق جويدة لما تكلم في النص عوده إلى مصر طبعا مشروح برضو فقال وطن النجوم أنا هنا حدق يعني دقق النظر أتذكر من أنا أنا ذلك الولد الذي دنياه كانت هاهنا أنا من مياه كقطرط فاضت جداول من سنة ألف تخير الإجابة الصحيحة مما بين الأقواس مضاد سنة ظلام فاضت جداول من سنة دبعا المضاد بتاح مفرد جداول جدول مراد حدق طبعا لأنه دقق النظر عبر الشاعر في قصيدته عن شعوره بقيمة وطنه وضح ذلك قال لي عبر الشاعر في قصيدته عن الشعور بقيمة وطنه ليه قال لي حيث جسد الشاعر جسد الوطن في صورة المحبوبة كان عملي يتكلم عن إيه على إنها محبوبة وبدأ يتحدث إليها بمشاعر صادقة وفي صورة غاية في الجمال وبلاغة في التعبير وجمال الإسلوب يزوب الشاعر حبا لوطنه فتدمع روحه مع وطنه فيشكلان كيانا واحد فهو قطرة في نهاره بيشرح بقه وتربة في أرضه وبلبل يصدح مغردا بأمجاده وخيراته ويحملها إلى الدنيا كلها وضح الخيال في هذا التعبير النجوم أو أني استعارة تصرحية ليه لنشبه أبناء الوطن بالنجوم طيب الفرق بين استعارة التصرحية والمكانية مشروحة بالتطسيل هنا هو وضح السبب لأنه حزف المشبه وصرح بالمشبه به الاستعارة المكانية العكس بيحزف المشبه به وبيثبت ليه المشبه رابعا وأخيرا النحو ما أعظم العيش في أمن واستقرار ونحن المصريين نحيا في أمن واستقرار وتسعى مصر بسقلها السياسي إلى أن تنعم دول المنطقة بالاستقرار حتى يعم الأمن شعوبها فبئس السلوك التنازع بين أفراد الشعوب والاتحاد الاتحاد فهو سبيل القوة أول حاجة اعرف ما تحته خط فيه طبعا اسم حرف جر يبقى أمن اسم مجرور وعلامة جره الكسرة تنعم فعل مضارع منصوب بالفتحة لأنه فعل سلاسي مجرد يبقى على وزن تفعل عشان كده قلنا عليه فعل مضارع منصوب بالفتحة الأمن حتى يعم الأمن يعم فعل يبقى الأمن فعل مرفوع علامة رفعية الضمة الاتحاد الاتحاد يبقى توكيت لبزي منصوب بالفتحة بقى استخرج من العبارة السابقة أول حاجة عايز اسلوب اختصاص وإعرب المختصر يا شباب في اسلوب الاختصاص أول حاجة بدور عليها يا ضمير مخاطب يا ضمير متكلم لو بصت في القطع على إيه مفيش غير إيه ونحن يبقى اسلوب اختصاص نحن المصريين إعراب المختص المصريين مفعول به منصوب بالياء طبعا أنا عارف اسلوب الاختصاص بيتكون من ضمير ومختص وجملة اختصاص اسلوب تعجب وحدد المتعجب منه طبعا هدور هنا على علامة التعجب حلاقي ما أعظم العيش بتعجب من إيه من العيش اسلوب زم وإعراب المخصوص بالزم طبعا يا شباب احنا كل المواضيع قلتلكم عندي أربعة توابع وأربعة أسليب حلاقيهم مشروحين بالتفصيل في الفيديوهات اسلوب المتح أو الزم نعمة أو بئسة هنا زم يبقى بئسة السلوب إعراب المخصوص بالزم مبتدأ مؤخر مرفوع بالإيه بالضمة معطوف وحدد نوعه وعلامة إعرابه طبعا هنا هدور على علامة إيه رفع عليكم هدور على إيه هرفع يبقى استقرار علامة إعرابي الضمة طب في غير الاستقرار آه فيه كتير جدا لو جينا بصينا هلاقي و هلاقي طبعا الحروف العطف كتير و ف ثم نعت وبين نوعه النعت طبعا يا نعت مفرد يا نعت جملة يا نعت شبه جملة فهنا سياسي طبعا قواعد النعت كتير جدا لازم أرجع لدرس النعت عشان أقدر إيه أستخرج أسلوب النعت طبعا النعت من التوابع يبقى هنا سياسي نوعه مفرد حكم ليها قعدة هنا حبه بدل اجتمال ليه بأن الحب دي حاجة محسوسة وليست ملموسة لكن بعض من كل جزء منه بشوفه بلمسه أما المطابق بيطبقه في نفس إيه الحب اتنين حضر الحفل كل المدعوين وكرمنا الفائزين كلهم ما تحته خط طبعا فاعل وتوكيد كل هنا فاعل وكلهم هنا توكيد برضو مشروح بالتفصيل في درس التوكيد دان يأمر المعلم الطلاب بالانتباه إليه هنا عايز إيه عايز كلمة الطلاب تكون مبتدئ فهبدأ بها وأقول الطلاب يأمرهم المعلم بالانتباه إليهم وبكده نكون وصلنا النهاية شرح امتهان أو حل امتهان الاسترشادي يارب نكون استفدتم بالتوفيق للجميع إن شاء الله وأي استفسار أنا تحت عمركم يا شباب موسيقى